في 17 يونيو سنة 1931 اتولدت الفنانة قوسة الرمزي تعتبر من الفنانات التي يعرفهن الجمهور رغم صغر مساحة الأدوار اللي قدمتها في عدد كبير من الأعمال الفنية بدأت الفنانة قوسة الرمزي مشورها الفني في الإذاعة المصرية وبعدها شاركت في عدد من الأعمال السينمائية بأدوار صغيرة شاركت في عدد من الأفلام أبرزه من هذا الرجل أحبه حب وحرمان أغلى من حياتي ملف سمية شعراوي الإرهاب وغيرها من الأعمال وفي التلفزيون قدمت عدد من الأعمال الهمة منها أبو العلال البشري يوميات ونيس رقفة الهجان والعطار والسبع بنات والليل وآخره والستة أصيلة وكيد النساء فنكت الفنانة قوسة الرمزي في عدد كبير من الأعمال مع الزعيم عاد الإمام أبرزه من مسلسل أحلام الفتى الطائر وفيلم تيور الظلام وبخطوة عديلة ومصرحية بوديجارد والزعيم اتجوزت الفنانة الراحلة من مدير أمن إحدى شركات الأدوية الكبرى ولم تنجب ورحل زوجها قبل رحلها بواحد وعشرين سنة وعاشت برفقة أختها بالعجوزة وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل السندوق الأسود واللي تعرض سنة 2015 كانت كوسة الرمزي صديقة مقربة للفنانة التونسية الراحلة ذكرى وكانت بتناديها الأخيرة بماما كوسة وفي ليلة مقتل ذكرى ذهبت كوسة لزيارتها لكن زوج المطربة الراحلة أيمن السويدي طردها من الشقة وقلقى أيمن السويدي بحزاها على السلم وبعدها بدقاي أطلق النار على ذكرى ومدير أعماله وزوجته وبعدها أطلق الرصاص على نفسه رحلت الفنانة كوسة الرمزي عن عالمنا يوم 2 سبتمبر سنة 2018 عن عمر يونيس 87 سنة الله يرحمها ويتجاوز عن سيئتها لحد هنا نكون خلصنا الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل الإشارات أسبكم فرقات الله وأمن وحفظ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته